اشتركوا في القناة ايضا راح تستخدم اللعبة محرك جديد بقوة تقنية اعلى ايضا من الخصائص الجديدة اللي راح تقدمها اللعبة هي دعم اللعبة المشترك بين الاجزاء المنزلية والحاسب الشخصي يعني راح يكون بامكانك تلعب باستخدام نسخة البلاي سيشن 4 مع خويك اللي عنده نسخة الحاسب الشخصي طبعا الامر اللي يخوف كثير من الناس ومستخدمين الاجزاء الكونسول هو كيف راح تكون المواجهة مع مستخدمي الحاسب الشخصي اللي يعتمدون على الفارة ولوحة الفاتيح في التحكم واللي تعطيهم سرعة استجابة عالية في التوجيه واطلق النار مقارة بالكنترولر اللي يعتمد عليها مستخدمي الاجزاء المنزلية طبعا السؤال هذا جاب عنه منتج اللعبة كاندس كابين من خلال حساب الخاص على تويتر اكد ان النظام الماتش ميكينغ الخاص باللعبة في حال تفعيل اللعب المشترك بين جمع منصات راح يعمل على اختيار اللاعبين اللي يستخدمون وحدات تحكم خاصة او الكنترولر على الحاسب الشخصي ويدخلهم في المنافسات مع مستخدمي الاجزاء المنزلية يعني في حال كنت تستخدم الفارة ولوحة الفتيح فما راح تقدر تدخل ابدا للسافرات المشتركة مع الاجزاء المنزلية اللي هي بلايسين فور والإكس بوكس ون ورح يستم استبعادك عنها طبعا هذه الخطوة هي نفسها اللي تستخدمها لعبة فورتنايت اللي يعني صارت الان تدعم نظام اللعب المشترك بين جميع المنصات والحاسب الشخصي اذا اعجبكم وقت لا تنسون لايك والاشتراك في القناة وتفعي زر التنبيهات في امان الله